ازايك وشباب النهاردة هنتكلم عن وصف العملية الجراحية يعني ناس بتسأل بتقول ازاي العملية الجراحية ده بيتتم طبعا احنا قلنا في المستشفيات في وقتنا الحاضر غالبا ما يتم اجراء العمليات الجراحية في غرف مجهزة للعمليات بيكون في طولتين طولة بيكون عليها البيشانت او المريض وطولة بيكون عليها الادوات الجراحية والمفروض ان البيئة والاجراءات المستخدمة في العملية بتخضع لمبادئ التعقيم وبيتم الفصل بين الادوات المعقمة يعني خالية من الاحياء الدقيقة تم تعاكمها والادوات غير المعقمة او الملوثة جميع الادوات الجراحية يجب ان تكون معقمة ويجب استبدالها او اعادة تعاكمها في حال تلوثها لما تستخدم بطريقة ملوثة او بتلامس اسطح غير معقمة افراد الطاقم الطبي المتواجد داخل غرفة العمليات لازم ان هما يرتدوا الملابس المعقمة اللي بتبتدي من اول الابرون والجلافز او الجوانتيات والايفرهيد والايفرشوز والايجلاس واللي هي النضارة والمسك او الكمامات على حسب نوع الاجراء اللي هيعملوه ولازم طبعا بنغسل ايدينا قبل دخول العمليات الجراحية بمواد مطهرة قبل الجراحة المريض طبعا بيجرده فحوصات طبية كاملة اللي الجراح بيطلوها منه قبل العملية وبتقيم حالته البدنية وفقا لنظام الجمعية الامريكية لأطباء التغدير ولو كانت النتائج جيدة المريض بيعطى نموذج بالموافقة على الاجراء الجراحي لتتم بعد ذلك الموافقة ان المريض ده له الاهلية ان هو يتم التدخل الجراحيا فيه ده لو كان متوقع ان المريض يخسر هيخسر كمية كبيرة من الدم اثناء العمليات هنا بيتم اللجوء لمتبرعين قبل العملية باسبوع وبأسابيع بنوفر متبرعين يروحوا لبنك الدم ويتبرعوا بحيث لو احتاجنا الدم في اي لحظة يكون متواجد طبعا بعض الجراحات طبعا بننصح المريض ان هو يبقى صايم قبل العملية في اليوم يمتنع عن الطعام والشرب بعد منتصف الليل من الليلة اللي تصبق العملية علشان الحد من تأثير محتويات المعدة على الأدوية التي تعطى للمريض قبل العملية تاني حاجة لتقليل مخاطر تقيق المريض أثناء أو بعد العملية عشان ما يخشش في حاجة اسمها اسبيريشن نيمونيا انه هو اللي يحصل مشاكل لو المريض أكل أو كده ممكن يحصل اه ارتجاع للاكل فيدخل فيه التراكية القصبة الهوائية ويحصل حاجة اسمها اسبيريشن فلازم نكون واخدام بالناوي في مرحلة بقى اللي قبل العملية بنستبدل ملابس المريض بملابس معقمة وبنطلب منه تصديق تفاصيل العملية التي ستجرى له وبعد كده بنسجل المؤشرات الحيوية الفيتال ساينس وبنوصل المريض بالسائل اللي هو المغزي المحلول اللي الدكتور كتب عليه وبنديره بعض الأدوية والمضادات الحيوية as prescribed doctor او as doctor order ولما المريض بيدخل لغرفة العمليات بتعقم المنطقة اللي هتجرى عليها العملية يا شباب باستخدام محليل او مواد مطهرة احنا حابين ان احنا ما نخدش في التفاصيل قوي طبعا احنا في المحاضرة الناس اللي بتحضر بنشرح كل حاجة بالتفصيل بس لو حد من الشباب عنده اي استفسار ممكن يكتف التعليقات اسفل الفيديو ان شاء الله نجاوب عليكم بنستخدم الميلايات المعقمة عشان نغطي بها جميع جسم المريض معادة موضع الجراحة الميلايات كده بتغطي جميع جسم المريض معادة موضع الجراحة ومعادة رأس المريض بنقص الميلايات الى زوج من الاكتاب بالقرب من رأس السرير عشان تشكل شكل سطارة المريض بيتخضر عشان نمنع الشعور بالألم عند احداث جرح او التحريك او قطع انسجة او عند خياطة الجروح لازم طبعا بياخد اما مخد تغدير كلي اما تغدير موضعي اه وعادة في تغدير شوكي اللي هو اللي في الظهر بيستخدم لما بيكون موضع الجراحة كبير او اه عميق جدا بس اه لا يفضل استخدام التغدير العام في هذه الحالة اه بكده يا شباب احنا كده خلصنا الحاجات اه اللي كنا بنتكلم عنها لوصف العملية الجراحية اه والمريض بيكون فيه طاولة ليه وهي طاولة ليه الادوات الجراحية ويبينكونوا مجهزين الغرفة بتاعتنا كويس جدا قبل العملية لازم اللي بيفرق الممرض الشاطر من الممرض اللي هو اللي مش شاطر ان الممرض لازم يكون مجهز غرفة العمليات كويس جدا قبل العملية وعارف شغله كويس قوي ومرتب كل حاجة ومزبط ادواته بحيس ان احنا لما نبقى داخل غرفة العمليات ما نقعدش نجري على اه اداة نقصة او حاجة مش موجودة او فيلد مش متعقم فلازم ان احنا نكونوا مركزين جدا 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 في موضوع التعقيم وتجهيز الغرفة قبل العمليات وموافقة المريض على العملية والادوية اللي اتخذت قبل العملية الجراحية تمام يا شباب كده احنا اتكلمنا في الجزء التاني اللي هو في وصف العمليات الجراحية والحاجات اللي بتتعمل قبل الجراحة طبعا في محاضرات ان شاء الله تانية او في فيديوهات تانية هناخد بالتفصيل العناية التمرضية قبل العمليات الجراحية والعناية التمرضية اثناء العمليات الجراحية والعناية التمرضية بعد العمليات الجراحية وده اهم حاجة بالنسبة لها الشباب ان شاء الله لما نشرحهم الناس تبقى مركزة فيهم اوي لان احنا هدفنا من الفيديوهات دي هي دور التمريض قبلها واثناء وبعد العمليات الجراحية بيكون عامل ازاي تمام لو في اي سؤال ياريت الناس في التعليقات اسفل الفيديو واشوفكم على الف الخير بازن الله السلام عليكم